أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه نبدأ مجلسنا هذا بتفسير سورة الحشر وسورة الحشر سورةٌ مدنية بإجماع أهل التفسير وكان ابن عباسٍ يقول هي سورة بن النظير إشارةً إلى يهود بن النظير حيث نزلت في قصة إجلائهم من بيوتهم كما سيأتي قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس سورة الحشر قال أنزلت في بني النظير رواه البخاري ومسلم وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل سورة النظير يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هذه السورة هي إحدى سور المسبحات والتي ابتدأت بسورة الحديث وجاء في القرآن إسناد التسبيح على العموم كما في هذه السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده وجاء أيضا إسناد التسبيح إلى الله نفسه سبحانه وتعالى حينما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً إلى المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وجاء إسناد التسبيح إلى الملائكة كما في قوله سبحانه وتعالى ونحن نسبح بحمدك يسبحون بحمد ربهم وجاء إسناد التسبيح إلى الرعد ويسبح الرعد بحمده كما جاء تسبيح إسناد التسبيح أيضاً إلى الطير وإلى الجبال وإلى الجبال كما في آية إنا سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وجاء تسبيح الإنسان فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبحان ربنا سبحان ربنا تعالى وتقدَّس سبَّح نفسه وأمر عباده بتسبيحه وأخبر أن كل المخلوقات تسبح بحمده والتسبيح كما مرَّ هو التنزيح والتقديس لله سبحانه وتعالى فقال سبحانه في هذه السورة سبَّح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز أي منع الجناب الحكيم سبحانه في قدره وشرعه حكيمٌ حين يُقَدِّر وحكيمٌ سبحانه حين يشرعه بعد التسبيح دخلت السورة مُباشرة في قضيتها وقصتها وما نزلت من أجله فقال سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وأهل الكتاب لفظٌ عام يشمل اليهود والنصارى لكنه في هذه الآية يُقصَد به ماذا؟ يهودُ بني النظير على وجه الخصوص يهودُ بني النظير على وجه الخصوص كما دلَّ على ذلك سببُ نُزُولِها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدًا وذِمَّة على أن لا يُقاتلهم ولا يُقاتلوه فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه فأحلَّ الله عز وجل بهم بأسه الذي لا يُرَد وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم وأباحَ لهم ما حملت دوابُهم فقط أن يحملوا من متاعهم ما تستطيع حملُه الدواب فقط ما عدَ السلاح فلا يحملوه خوفًا من غدرهم فإنهم أهلُ غدر قال الله سبحانه وتعالى سبَّحَ هو الذي أخرجَ الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم أي أنها ديارهم قبل أن يُجليها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يحكم الله عليهم وبعد أن حكم الله عليهم فما هي بديارهم قال سبحانه وتعالى لأول الحشر أول الحشر هو إجلاؤهم من المدينة وقوله أول الحشر يُفيد أن هناك آخرٌ لهذا الأول قال بعضُ أهل العلم أن آخر الحشر هو إجلاءُ عُمَر لهم من خيبر وقيل بل آخر الحشر هو يوم القيامة فتكون الأولية هنا أوليةٌ مكانية لأول الحشر أي إجلاؤهم من المدينة وآخره إجلاءُ عُمَر لهم من خيبر أو نقول يوم القيامة فتكون الأولية هنا مكانية وهناك رأيٌ آخر لبعض المفسرين وأن الحشر بمعنى الجمع فيكون قوله لأول الحشر أي لأول الجمع فقد كان يهود بن النظير أول جمعٍ لليهود يتمُّ إجلاءهم وقد أعقبه جمعٌ آخر لإخوانهم من بني قريضة بعد عامٍ واحد وأعقبه جمعٌ آخر في خيبر فتكون الأولية هنا زمانية وفعلية وسواءً هذا أو هذا فلم يختلف المفسرون بأن المراد بأول الحشر هو إجلاء بني النظير من المدينة قال ابن عباس من شك أن أرض المحشر هاهنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر حيث قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجوا قالوا إلى أين قال إلى أرض المحشر فقد تم إجلاء هؤلاء إلى تلك الديار قال الله تبارك وتعالى ما ظننتم أن يخرجوا الخطاب لمن؟ للمؤمنين للذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننتم أن يخرجوا أي من ديارهم لمنعتها وقوتها فقد كانت لهم حصون كثيرة شديدة أنتم ما ظننتم أن يخرجوا بل هم كذلك ما ظنوا أن يحل بهم ما حل بهم قال وظنوا أنهم وظنوا من؟ اليهود يهود بن النظير مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من المعلوم يا أخواني أنه لم يحصل أي قتال مع بني النظير وإنما كان السلاح الوحيد في معركة بني النظير هو الرعب الرعب فقد قذف الله في قلوبهم الرعب حتى نزلوا على حكم الله ورسوله الرعب الذي خُص به النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو عن نفسه أنه نُصِر بالرعب مسيرة شهر إذن هناك جندي من جنود الله اسمه الرعب وواقع اليهود اليوم يا أخواني في إسرائيل الآن أن أغلب حياتهم مبنية على الرعب وأنتم تعرفون قبل فترة يسيرة الذي يسمونها القُبَّة الحديدية وهو خوف من الصواريخ التي تُطلق عليهم كله بسبب الرعب كم من الأنفاق والملاجع عندهم كلها من الرعب هذا أثر رعب يسير عما حصل لآبائهم من بني النظير إسرائيل التي تتسلح بأعتى الأسلحة حينما يُطلق صاروخ بدائي يا أخواني تصنيع محلي أنظر كيف يعيشون في رعب كبير جدا وما أشبه الليلة بالبارحة إذن الجندي الذي نصر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة من أصحاب الحصون التي لم يظن الإنسان لم يخطر لم يخطر على البال لا المؤمنين المؤمنون أنفسهم ما ظنوا أن يحل ببني النظير ما حل بهم وبني النظير كذلك ما ظنوا أن يخرجوا لأن لهم حصون منيعة فكان الجندي وقذف في قلوبهم الرعب أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا نعم وضعوا الحصون والقلاع وضعوا السلاح الكبير داخل هذه الحصون لكن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا هل يمكن لجندي يا أخواني أن يقاتل وقلبه يرجف خوفاً ورعباً أبداً مهما ملك من أعتى الأسلحة وقذف في قلوبهم الرعب وسيأتينا إن شاء الله عز وجل متى حصلت معركة بني النظير أو موقعة بني النظير بعض أهل العلم يرى أنها وقعت بعد بدر بستة أشهر كما هو رأي بعض المؤرخين ويرى ابن إسحاق أنها وقعت بعد أحد وهذا الذي رجحه ابن عطية وكونها وقعت يا أخواني بعد معركة أحد التي انهزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانتصر فيها أهل الشرك ها؟ لها دلالة خاصة ولا لا لها دلالة خاصة وبالتالي فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن ينصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين نعم عندهم أكثر من مئتين رأس نووي كعند بني النظير كالحصون التي عند بني النظير لكن نسأل الله أن يأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا فيقذر في قلوبهم في قلوبهم الرعب وتكون هذه الأسلحة لا قيمة لها وما ذلك على الله بعزيز فإنني والله كلما قرأت وكلما سمعت عن ذلك التسلُّح الرهيب لإسرائيل الذي لو اجتمع العرب قاطبة ما وازوا تلك الترسانة الضخمة لذلك العدو الغاصب ربما يدُب في نفسك اليأس وتقول إن أمامنا شوط كبير حتى نصلي في المسجد الأقصى قل لا إن الله سبحانه وتعالى حينما هزم آباءهم أصحاب الحصون المنيعة وأتاهم من حيث لم يحتسبوا قادرٌ سبحانه وتعالى أن ينصر ذلك المستضعفين أن ينصر المستضعفين المؤمنين الآن فيأتي إسرائيل من حيث لم يحتسبوا حينما تسمع الولايات المتحدة الأمريكية تصرَّح وتقول لا يمكن أن نجعل لدولة قريبة من إسرائيل أن تتفوق على إسرائيل في التسلُّح وزيادةً على ذلك نحن نظمًا أمن إسرائيل لكن نقول إن حصونكم حينما الله عز وجل يكتب النصر لعباده وهذا النصر أيها الأخوة ليس عبثًا لن يكون إلا حينما ننتصر داخل نفوسنا حينما نعلم أن وعد الله حق سيأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وستكون تلك الأسلِحة العاتية غنيمة بأيدي المسلمين بل إنهم إن شاء الله ستتكرَّر الكرَّ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأيديهم وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُنَا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأيديهم وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ يقول المفسِّرون حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلاء فكانوا لهم بيوت جميلة فكانوا يُخْرِبُونَهَا من أجل أن لا يتنعم بها المسلمون والمسلمون حينما يدخلون عليهم ينقضون بعض أبوابهم لكي يدخلوا فكان هذا هو صورة الخراب خراب المؤمنين لاقتحامهم وخرابهم لأجل أن لا يتمتع بها المسلمون والنتيجة أن بيوتهم خريبة تلك البيوت خريبة قال الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الآية فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا الله ما جعل هذه القصة يا أخواني إلا لاعتبار لنعتبر كما قلت لكم أن واقع الحال يشهد لصورة من صور قتال اليهود في معركة بن النظير ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَوْ لَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءُ الجلاء هو مُفَرَقَةِ الْوَطَنِ أي أن الله سبحانه وتعالى كتب على يهود بن النظير أن ينفوا من ديارهم وأموالهم لعذَّبَهم في الدنيا أي بالقتل والسبي ونحو ذلك أي أن الله قد كتب عليهم الجلاء ولم يكتب عليهم القتل وللم يكتب عليهم الجلاء لكتب عليهم القتل وذلك بأيد المؤمنين ولهم في الآخرة عذاب النار الله عز وجل كتب عليهم الجلاء ومفارقة الأوطاد ومفارقة الديار ولهم في الآخرة عذابٌ آخر أشدُّ وأنكَ حينما يا أخواني نسمع دائماً في نشرات الأخبار نسمع أن هناك مستوطنة يهودية ما معنى مستوطنة يهودية؟ هو اغتصاب الأرض وتهجير أهلها هم ينتقمون مما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم فالمعركة مع اليهود معركة عقدية هم الآن يريدون إجلاء المؤمنين كما أجل النبي صلى الله عليه وسلم آباءهم قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أي إنما فعل الله ذلك بهم وسلَّط عليهم رسوله لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذَّبوا بما أنزل على عبده ورسوله ومن يُشاق الله فإن الله شديد العقاب ماذا تلحظون يا أخواني في هذه الآية؟ قال الله عز وجل ذلك بأنهم شاقوا الله ثم قال ومن يُشاق الله هل قال ورسوله؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت لا داعي للإعادة اكتفى هنا بمشاقة الله ولم يذكر مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مشاقة الله عز وجل مشاقة لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها اللينة في أصح أقوال أهل التفسير أنها النخلة جميع أنواع النخل على خلاف من خص اللينة بنوع من أنواع التمر كما هو رأي بعض المفسرين فالصحيح أن اللينة المقصود بها النخل على وجه العموم وهو رأي ابن جرير رحمه الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله جاء في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بن النظير وحرَّق والله سبحانه وتعالى هنا يرد على اليهود فإنه قال قالوا لرسول الله إنك تنهى عن الفسحات فما بالك تأمر بقطع الأشجار فأنزل الله عز وجل هذه الآية ردًّا عليهم أي ما قطعتم وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله وشيت الله أي أن الله لا تقولون أنك تنهى عن الفساد هذا أمر الله النخلة التي قطعت قطعت بأمر الله والنخلة التي تركت تركت بأمر الله جل وعلا والنخلة التي تركت تركت بأمر الله وهو هذا رد على اليهود ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله والفعل هذا هو نكاية للعدو نكاية لكم أيها اليهود مزيد من الخزي والعار وليخزي الفاسقين ولا أعظم فسقًا منكم حينما عاهدكم النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيتم ضعفه في أحد نقضتم العهد فأنتم قوم غدر وقوم فسق لا تستحقون البقاء ولا تستحقون المجاورة فلا تتخلقوا بتلك الأخلاق وتقولوا إنك يا محمد تنهى عن الفساد أنتم أصحاب أخلاق أنتم الذين تدعون إلى مكارم الأخلاق حاش وكلا أنتم قوم غدر ولكأن القرآن يقول لهم دعوكم من هذه المثاليات التي أنتم تطرحونها على نبينا صلى الله عليه وسلم على الرسول تقول إن الله ينهى عن الفساد وأنت تنهى عن الفساد أنتم أتيتم الشيء الأعظم حينما غدرتم بالعهد حينما نقضتم العهد فهذا مزيد خزي وعار إخراب للبيوت إخراب للممتلكات ثم قال الله سبحانه وتعالى مبيناً أحكاماً ما أفاء الله على رسوله من أموالهم وديارهم فقال سبحانه وما أفاء الله على رسوله منهم وفاء هو الفيء والفيء هو الغنيمة التي أتت بدون قتال وهو باصطلاح الفقهاء ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال من غير قتال يشهد لهذا قوله سبحانه وتعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الإجاب هو سرعة السير والاجتهاد أي لم تقاتلوهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لم تسير إليهم بخيولكم ولا بإبلكم فالركاب المقصود بها الإبل هنا لكن الله نصر عبده ونبيه بماذا؟ في الرعب لم تحاربوهم لم تقاتل لم تسل منكم لم تسل دماءكم ولذلك فهذا الفي إنما هو للرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ثم قال سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله هنا بدأ يبين مصارف الفي الذي أولاً حكم بأنه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم هنا الآن يبين مصارفه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي من أهل البلدان التي تفتحها كذا كل بلد يفتح بلا قتال فحكمه حكم ديارة وأموال بني النظير فهو داخل في مسمى الفيء والفيء ما هو؟ هو الغنيمة التي تأتي بلا قتال وتصور هذا مفيد كما سيأتينا عندما أطرح لكم بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع أي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى من تلك الديار والبلدان التي تفتح علىها فحكمها حكم أموال بني النظير فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كم مصرف؟ خمسة مصارف لله والرسول هذا مصرف ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لماذا؟ لماذا؟ قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وهذه يا أخواني قاعدة من قواعد الإسلام في الأموال أصل من أصول الإسلام في الأموال أن الأصل في المال شموله وعمومه لكافة الناس وهذا في ردٌ على من؟ على الرسم أليها التي تجعل طبقة غانية جداً وطبقة فقيرة يقول الله عز وجل إنما حكمنا بهذا الحكم كي لا يكون دولة بين الأغنياء أي لا يكون المال فقط يتداوله الأغنياء ولذلك حرِّم يا أخواني الربى فإن من أعظم مقاصة تحريم الربى يا أخواني هو أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء ويحرم منه الفقراء ويحرم منه الفقراء طيب الله سبحانه وتعالى قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هل هذه الآية يا أخواني هي نفسها الآية التي قبلها أو تختلف في الواقع يا أخواني أن عندنا ثلاث آيات حتى يكون عندكم تصور جيد عندنا ثلاث آيات الآية الأولى وهي ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب هذه الآية الأولى الآية الثانية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخره الآية الثالثة مرت عليكم في سورة الأنفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِي وَذِي الْقُرْبَى وَلَتَى نفس المصارف التي ذُكِرت ذُكِرت هنا نفس المصارف التي ذُكِرت هنا ولذلك أهل العلم نظروا إلى هذه الآيات الثلاث فقال بعضهم إن المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خُمُس الغنيمة أنتم تعلمون يا أخواني أن في سورة الأنفال أو الغنيمة التي تختلف عن الفي ما هو الغنيمة؟ هي التي أُخِذَت من أموال الكفار بقتال كيف تُقسم؟ لا تُقسم خمسة أقسام أربعة لمن؟ للمجاهدين والخامس اللي يُسمَّى الخمُس يُقسم لمن؟ لهؤلاء المصارف الفي وهو الذي أتى بدون قتال كيف يُسرأ؟ كلُّه لله كلُّه لا يُأخذ منه المجاهد شيء ولا لا؟ يعني لا يُقسم خمسة أقسام فيُأخذ أربعة للمجاهدين والخامس يُقسم بهذه القسمة وإنما ألفي كلُّه يُقسم كلُّه يُقسم كيف يُقسم؟ إلى خمسة أقسام المذكورة في هذه الآية المذكورة في هذه الآية هذا هو قول لبعض أهل العلم هذا هو قول لبعض أهل العلم وأن هذه الآية أخواني الجمع بين هذه الآيات هو بهذه الطريقة التي قلت لكم وهذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أن الفي يُقسم وهذه الآيات متفقة هذه الآيات متفقة وأن آية وما أفاء الله على رسوله هي نفسها آية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فالأولى ذكر اختصاصه للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يُقسم للمجاهد منه شيء لأنه قال فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركاب وهذا يدلنا على أن هذه نزلت بعد ماذا؟ بعد أحد لأن في أذهان الصحابة يا أخواني في أذهان الصحابة الحكم الشرعي حكم إيش؟ الغنيمة والغنيمة متى حصلت؟ في بدر وكيف قُسمت؟ قُسمت أربعة للمجاهدين وخمس قُسم على هذه الأشياء فكان في ذهنهم هذه الشيء فلما أتوا إلى بني النظير وكانت أموال عظيمة فأتى الله عز وجل بيَّن هنا في هذه الآية أنه لا تُقسم كقسمة الغنيمة وإنما كلُّها لله فأخبر في الآية الأولى أنها كلها لله ورسوله والسبب قال فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركاب ثم في الآية التي تليها يا أخواني بيَّن مصارف هذا الفي بيَّن مصارف هذا الفي فتكون الآية الأولى في الحشر والآية الثانية متفقها الأولى لبيان الخصوصية وسبب هذه القسمة والآية الثانية أخواني مصارف هذا الفي القول الثاني أن الآية الثانية معناها مختلف القول الثاني للمفسِّرين أن الآية الثانية معناها مختلف فهي تختلف عن الآية الأولى لكنهم قالوا إنها منسوخة بآية الأمثال من كون الخمس لمن سُمِّي له والأخماس الأربعة لمن قاتل ما رأيكم بهذا القول؟ هل هو صحيح ولا ضعيف؟ ليش؟ يقول إنه عندنا ناسخ يقول إن الآية الثانية اللي ما أفاء الله على رسوله تختلف عن الآية الأولى له ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم لكنها منسوخة بآية الأنفال فتُقسم الثيء كقسمة الغنيمة وهذا يا أخواني فأحسنت أحسنت بارك الله فيك هل يمكن أن ينسخ المتأخر المتقدم المتأخر الأنفال متى حصلت؟ في بدر وقد نزلت قبل سورة الحشر نزلت قبل سورة الحشر يقيناً وبالتالي لا يمكن أن تنسخ سورة الأنفال أو آية الأنفال آية الحشر هناك قول يا أخواني لابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن ذكر كلاماً طويلاً خلاصته أن كل آية مستقلة ولها حكم خاص يرى أن الآية ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه آية مستقلة ولها معنى خاص وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى آية مستقلة ولها حكم خاص واعلموا أن ما غنمتم من شيء آية مستقلة ولا حكم خاص حيث قال رحمه الله أنها ثلاث آيات ثلاث معانٍ في ثلاث آيات قال أنها ثلاث معانٍ في ثلاث آيات فالأولى خالصة للرسول صلى الله عليه وسلم والثانية كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة إلى آخر كلام إذن عندنا يا أخواني ثلاثة أقوال في هذه الآيات الصحيح منها القول الأول والله تبارك وتعالى أعلم قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما هنهاكم عنه فانتهوا أي مهما أمركم به فافعلوا ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه فإنه إنما يأمر بخير وينهى عن شر ما آتاكم الرسول فخذوه تحريض للمؤمنين بقبول حكم الله عز وجل فإنه ربما النفوس عندما ترى هذه الأموال الضخمة التي حصلوا عليها ربما يقع في نفسها شيء فأراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذوا من مبدأ التسليم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحفي أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر